أهلا بكم احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بيوم الحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح المغتص وذلك بموكب احتفالي شارك فيه آلاف المؤمنين من كافة الرعاية في المملكة المزيد من التفاصيل في التقرير التالي منذ إعلان المغتص كأحد أهم مواقع الحج المسيحي يؤمه المؤمنون والسياح من كافة أنحاء العالم حيث أحيت الكنائس الكاثوليكية للعام الثامن عشر يوم الحج المسيحي لموقع معمودية السيد المسيح وذلك بقداس احتفالي مهيب ترأسه رئيس الأساقف بير باتيسيا باتسبالا المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس بحضور المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران ياسر العياش ووزيرة السياحة والأثار لينة عناب وعدد من المسؤولين الرسميين والسفراء الدبلوماسيين ولفيف من الأباء الكهنة وممثلي الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية وجموع غفيرة من المؤمنين وبعد قراءة الإنجيل المقدس تقدم المطران ياسر العياش لإلقاء عذة القداس مشيرا فيها إلى قدسية المكان الذي نحتفل به لافتا إلى العمق الروحي لمعنى المعمودية والخلاص اليوم ظهر المسيح في نهر الأردن ليقدس المياه ويحررها من العبودية النور الإله ظهر على الأرض بالجسد وأضاء للذين في الظلمة المسيح يهب بالمعمودية الفداء لجميع المؤمنين فيرفع آدم الساقط ويخذ الظلام المختصب الذي أسقطه ويفتح السماوات للبشر ويشركهم في الحياة الأبدية اللهم يا من رسمت أعظم الأسرار لخلاص الجنس البشري بواسطة عنصر الماء أصل إلى دعائنا وأفض على هذا الماء الطاهر المقدس قوة بركتك وبعد مباركة المطران الشوملي الماء قام سيادة المدبر الرسولي بيتسبالا برش المؤمنين بالماء المقدس على وقع الترانيم التي قدمتها جوقة يحنى المعمدان في معدبة وجوقة الروم الكاثوليك والجوقة المارونية والروح بهيئة حماما يؤيد حقيقة الكلمة فيا من ظهر وأدار العالم أيها المسيح إلى المزدون أنتم الذين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لنصلي من أجل الكنيسة المقدسة ركن الحق وأساسه لتكون في العالم وللعالم لنصلي من أجل قداسة الحبر الأعظم لكي يقود سفينة المسيح لنصلي متضرعين إلى الطفل الإلهي أن يمنحنا سلامه الحقيقي لنصلي من أجل ملكنا المحبوب لكي يبارك الله جهوده الدؤوبة وما سعيه الحميدة لترسيخ ثقافة السلام القائمة على الاحترام والقبول والحوار فلنصلي من أجل أن يرسل عملة إلى حقله المقدس لنصلي من أجل المشردين والمضطهدين من أجل معتقداتهم وعرقهم والمحزونين والأيتام الثكالة والأرامل ومن أجل المحرومين من أدنى حقوقهم لنصلي من أجل اللاجئين المهجرين والمستغلين لنصلي من أجل أن تتكرم مريم العضراء أمنا المثال الأسمى لنا بالصمت والإيمان وتعيننا على تحمل الشدائد إلى الرب نطلب وفي ختام القدس ألقت وزيرة السياحة والأثار لينا عناب كلمة قالت فيها إن مناسبة العياد المجيدة هي خير وقت لنؤكد للعالم بأن بلادنا بلاد مقدسة وهي خير تذكير بأن جذور المسيحية بدأت وتبقى راسخة في الشرق وفي نهر الأردن حيث انطلقت المسيحية من ضفافه الشرقية إلى العالم أجمع الاحتفال اليوم كان رائع جدا كان فيه أكثر من 6000 شخص وكانوا من كل أنحاء العالم طبعا إحنا في هذه المناسبات دائما نحب أن نبعث رسائل حب وسلام للعالم من الأردن لأن هذه هي رسالة الأردن في كل الأوقات وأوقات الأعياد يمكن هي أفضل وقت أن نجدد هذه الرسالة للعالم ونجدد هذا السلام الذي نبعثه عن طريق وجودنا وعن طريق مشاركتنا لأخواننا وأحبائنا الطواقف المسيحية الكاثلوكية اللي عملها بتحتفل بالعيد اليوم طبعا إحنا اليوم فيه كادر كامل للإعلام والالاتصال الموجودين على أساس أنه نصور عشان نورجي ونبعث يعني ننتج أفلام تورجي روعة القداس اللي إحنا شاهدنا اليوم فكان فيه دور لوزارة السياحة كان فيه دور لهيئة تنشيط السياحة وطبعا إحنا كل سنة منحاول أن نكون موجودين وأن موقع المقتص ومكان عماد السيد المسيح هذا المكان قادر على استقطاب المزيد من الزوار والسياح والمرحلة القادمة سيشهد وسيعج بأعداد كبيرة جدا من الزوار والسياح من خلال الجهود التي تبدو لها الكنائس الموجودة في المملكة وموجودة على أرض المقتص تهزنا الفرصة كمان تنعود إلى الأردن إلى نهر الأردن مثل مجهينة بالزبنات مع قداسة البابا يوحن نبولو ستاني ومع قداسة البابا بني ديكتوس السادس عشر فزيارة الأردن هي زيارة كل المسيحي لأن المسيح اعتمد فيها ونحن من حب نرجع إلى حيث المسيح اعتمد وحيث قال عنه الرب هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت فإن شاء الله ربنا يطرح البركة كما قدم الأمين العام للبطريركية اللاتينية الأب إبراهيم الشوملي كلمة باسم المدبر الرسولي للبطريركية ثمن فيها الجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا الاحتفال ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة موقع المغتص والشبيبات والمجموعات الكشفية التابعة للهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين في الأردن ومجموعات الهيئة العامة لكشافة ومرشدات الروم الملكين الكاثوليك وجوقات الترانيم وجميع وسائل الإعلام التي قامت بتغطية الحدث من هذا المكان المقدس الذي انتلقت منه رسالة السلام نرسل رسالة المحبة والسلام إلى العالم أجمع رغم الظروف والتحديات التي نواجهها على جميع الجبهات فإن الكنيسة في الأردن كنيسة حية وفاعلة في إرساء قواعد المحبة والسلام إلى المنطقة نور ساعة الأردن ربكة عودة من منطقة المغطس